ليه الاهلي خسر المباراة؟ خسر لان بص انا ممكن اكون مختلف مع بعض الاراء اللي كل الناس بتقولها ان اه في دوافع زمالك داخل بدوافع والاهلي داخل بدوافع بس الرغبة كانت عند الناس زمالك اكبر الفيديوهات التحفزية اللي حصلت اه اوكي حصل قبل كده في مباراة القاضية ان برضه حصل مع زمالك ان كان فيه فيديوهات تحفزية وكل حاجة والزمالك خسر المباراة مش شرط ان انت تكون افضل في المباراة فتكسب لان المباراة دي بتبقى لما بنتكلم علي مباراة اهلي وزمالك بتتكلم في حالة بتتكلم في حالة اللعبة يوم المباراة ملهاش علاقة الاهلي ماشي كويس في الدوري او محقق كل البطولات زائد ان على الجانب الاخر الزمالك ماشي مش كويس عنده مشاكل ادارية عنده مشاكل في القيد لكن انا بشوف تدخل مستر جومز في المباراة كان افضل بشكل كبير جدا من مستر كولر رح اتكرن اتنين مديرين فانيين مستر كولر عنده ثوابت والثوابت دي انا بعض الاوقات بابقى ضده انه هو دايما السوابت دي مش في كل مباراة لازم بقى ليك تدخل في تغييرات في وضع تشكيل في حالة لاعب يوم المباراة في اعتمادك بشكل كبير جدا على لعيبة معينة وارد النهاب بقى لها فترة ممكن ما يكونش في حالاتها فانت تبدأ بيها وعندك قناعات بيها لازم هنا بيبقى ليك تدخل انت كمدير فانيين لكن الدوافع الريدي عند نادي الزمالك انا ممكن اكون مطفق مع كريم ان المباراة ما فيهاش فانيات تقدر انها تحكم مباراة او تلاقي باسم الفرقتين لكن اللي يستغل هو نادي الزمالك المباراة دي انت بتلعب على خطأ يعني خطأ في المباراة صح ودايما وانت داخل المباراة اللي هتقول اللي اخطأها قل هو اللي هيكسب ودا اللي قدر يستغلوا نادي الزمالك يعني قدر يستغلوا نادي الزمالك هل مرس كل القدار المباراة دي بشكل سليم على مستوى التشكيل وعلى مستوى التغييرات بصها وعلى مستوى التشكيل ده طبيعي انه كان دي المجموعة اللعيبة اللي لازم يبدأ بيها صحيح ولكن على مستوى التغييرات ما فيش مشكلة احنا كل الاهلوية وكل الناس اللي بتفرج على النادي الاهلي وانتماني للنادي الأهلي عارفة ان انت بتغير في الديئة ستين وبعد الديئة ستين انت بتبدأ تغير لكن في بعض اللعيبة اللي هي ممكن تكون انا بشوف انها بتاعة مباريات كبيرة هي خارج نطاق الخدمة هي مش موجودة زي مين انا بشوف ان الرباعي الأمامي يعني الرباعي الأمامي اللي هو بيفرق مع ده النادي الأهلي اللي هو حسين الشحاب برستاو ويسام أبو علي امام الاربعة دول لو في واحد فيهم لا هقولك لو انت شلت واحد منه ومحطيت أفشا اعتقد ان الأداء كان يبقى متغير وممكن تشيل امام مفيش مشكلة دي السوابة بقى اللي الراجل مقتنع بيها انا بشوف انها مجموعة نرزي غلطة ان انت تقتنع بمجموعة لعيبة انت لازم انت عندك بدائل انت مش بتتكلم في فريق تاني انت عندك الخمسة وعشرين جهزين عندك بدائل وانت جربت يعني انا بشوف ان تغييرت مراوان خطأ يعني مراوان لاعب ما يطلعش من ملع اكرم طول الفترات المباراة هو مش موجود صحيح فهنا المركز ده مؤثر فيه مراكز مش مؤثرة ممكن على اطراف الملعب مراكز مش مؤثرة معك لكن قلب الملعب العمود الفقري ما ينفعش تغير فيه بتتكلم في حارس مرمى بتتكلم في ستوبر بتتكلم في تفندر في حد بيلعب تحت الفرد او فرود لكن غيابه سامب وعلي عن حالته انا اول مرة شوف النادي الاهلي كل اللاعبة مش في حالتها ودي رجع للتركيز التركيز وانت داخل المباراة عارف لو لاعب واحد مش في حالتها اقول لك اه مش موفق لكن قلة التركيز وكريم يعرفنا رجلك مش هتشيلك مش هتنفذ اللي انت بتلعب عليه تعليمات الراجل ممكن ما تنفذهاش تحضير الراجل للمباراة انا بشوف برضو ان انت رايح قبل المباراة بيوم براف عليك انت رايح لا دي مباراة كبيرة دي مباراة كبيرة والناس مع ملح سابة كويس فكل الحاجات دي ممكن تبقى اه سبب بس انا بصراحة انا مبسوط يعني مبسوط لازاي مبسوط لان اللي جاي النادي الاهلي قمته جمدة يعني قمته وده حصل السنة الفات هلو قمته جمدة دي لا قمته يعني جمدة بدوابط بتعليمات بدوافع جديدة انت داخل على مسلم جديد وحصل السنة الفات نعم اخسرنا متحاد العاصمة سوبر افريكي برضو لكن معنات الزمالك ايبا موضوع مختلف انا بشوف ان الزمالك خد بطلتين كسب الاهلي وهو معتقدين ان هو ده تعويضا للقضية مباراة القضية انت تكلم عن الزمالك اللي هو كسب الاهلي اللي مطش ده تبقى السوبر ولا في الدولي مين المعتقدين لا انا بشوف يعني الزمالك بالنسبة له واخد بطلتين هو يكسب الاهلي في الفاينال وياخد بطولة سوبر اشتركوا في القناة